اسألني سؤال من أين تنبع إرادة الإنسان؟ من أين تنبع إرادة الإنسان؟ تنبع إرادة الإنسان من إيمانه بوجود مكافأة لما سيقوم بفعله المكافأة قد تكون بأشكال مختلفة فقد تنبع إرادته في فعل الخير وتقوى الله بنظره أو تمنيه الحصول على المكافأة التي وعد بها مثل رضو الله أو الجنة أو غيرها أو الصلاح في الدنيا والآخرة قد تنبع إرادة الإنسان من حصوله على جسم رشيق بامتناعه عن الجنك فوتس بالأكل السريع بالأكل السريع قد تنبع إرادة الإنسان من عمله الجاد وتطويره من نفسه لحصوله على وظيفة جيدة أو نجاحه في عمله الخاص قد تنبع إرادة الإنسان في السعي إلى تطوير معرفته بنفسه وبشخصياته ومعاملاته الحسنة مع الناس لكي يعيش حالة اجتماعية أو يحصل على مكافأة له وهي أن يكون محبوبا لدى الناس أو أن يكون لديه حياة اجتماعية ناجحة وهكذا فباختصار تنبع إرادة الإنسان من رؤيته للمكافأة التي سيحصل عليها وتمنيه أن يحصل عليها في حالة استخدام هذه الإرادة في رصول إلى هذه المكافأة إرادة الإنسان بفعل أي شيء أو ابتناعة عن شيء ما تنبع من العلم والمعرفة واليقينة يعني الإنسان مثلا يقوم من صال الفجر لأنه عنده علم كافي أن الله هو الذي خلقه و الذي أمره أنه يقوم لصال الفجر في الوقت ده فهذا الموضوع صعب جداً ويقينه أنه سيؤجر على هذا مثلاً برضه بيبقى عنده علم أن الأكل ده يؤذيه فوقاوم الرغبة في أكله لأنه يعلم من الخبرات السابقة أن الأكل ده فعلاً أذى بالإضافة أن معرفت أنه هو بحث مثلاً على الإنترنت أو تعلم أو شاف كراش كورس خاص بالتغذية فعارف ومتيق أن دي حاجة هتؤذيه حتماً ولا بود فبيبقى المقياس هنا إيه؟ هل أنا فعلاً مستعد أن أأكل الموضوع ده وأعاني الويلات اللي هتيجي بعد كده ولا لا؟ برضه يقين الإنسان وعلمه يعني المعرفة اللي اكتسبها بخصوص حاجة معينة بتكسبه قدر من الصلابة وقدر من قوة الإرادة أن هو يفعل هذا الشيء ولكن في نفس الوقت يعني الوضعه يحتاج أنه يهيئ الموحيطة اللي حواليه بحيث أنه يدفعه هو يفعل هذا الشيء الذي يحتاج إلى الإرادة في المقام الأول بحيث أن حتى لما تضعف إرادته البيئة ما تشتغلش عكسه يعني ما تقوليش إن أنا قدامي على طول الوقت فرايد تشيكن وجونك فود وحاجاته وشوكالاته بتاعه طول الوقت يقولي إن أنا هادر أمنع نفسي عنها على طول فحتي الإرادة المكتسبة دي لها زي بطارية التليفون كده لها وقت لازم تتشحف ولازم تتشحف بالظبط فبالعلم والمعرفة واليقين هو ده مصدر الإرادة المطلق يعني عاش جداً أنا أحبه ماذا ما تقولي؟ جاف بالي حاجة أو زيد بيتكلم بأنه من الناس اللي يعني يبدو على الكوتش مثلاً اللي شغال في مجال ما هم يقضي يساعد الناس إنه هو اللي بيساعد الناس بس الحقيقة إن انت بتتعلم من الناس بس ذات الناس اللي بتشتغل وتعمل خطة لخدف ما فيغيروا حاجة في حياتهم أو في رحتهم المهنية أو في صحتهم أو هكذا واحدة من أكبر المؤثرات على إرادة الإنسان شفتها هي القيم بتاعت الإنسان بتاعه وعشان كده أبو زيد قال حاجة مهمة جداً إنه العلم بيغير الشخص بيغير بتاعه وبيغير بتاعه فلو واحد أدرك قيمة أو قيمة التعلم بقت عنده عالية هتلاقيه بقى مهتمة بالعلم لو واحد قيمة بتاعت الوقت في واحد دايماً يجي متأهر واحد يجي في موعيد وهو عنده قيمة الوقت ده قد إيه وأقديم عامين وإزاي فالفاليو سيستم بتاع الإنسان لما الواحد بياخد باله منه ويشوفه وإيه اللي بجد مهم تيجي تقول له واحد تحب ربنا هيقول لك إيه طبعاً طبعاً آخر مرة صالات الفجر إمتى فهنا تشوف القيمة فين مكانها فعلة فسلوكيات الإنسان والبيئة الخارجية تقدر تخليه شوف هو القيم بتاعته وترتبها عامل إزاي لو عارف يبص عليها ويعرف نفسه ويغيرها يعيد ترتبها من حاجات اللي بتأثر كتير قوي في إرادة الإنسان يعني هل سيبتن اشتركوا في القناة؟